أهلا بكم متابعي قناة استمعلي إليكم في هذا الفيديو أغرب مقاييس الجمال عند المرأة حول العالم ابقوا معنا أولا إيران إيران هي أعلى الدول من حيث عدد عمليات تجميل الأنفى نعم فجمال الأنفى يعد من أهم عوامل الجمال في إيران وأكثرها تفاخرا بين النساء وبعض النساء يضعن أنفا مزيفا دون جراحة تانيا تايلاند في قبيلة كايان التايلاندية تعتبر طول الرقبة من أهم مظاهر الجمال في الفتاة ولن تصدق ما يفعلونه للحصول على تلك الصفة المرغوب فيها ففي تايلاند يقومون بإلباس الفتاة حلقات معدنية حول رقابهن وزيادة عددها تدريجيا مع مرور السنوات لكي يزيدوا من طول الرقبة التي تعد عندهم من أهم معايير الأناقة والجمال تالتا اليابان دولة اليابان اشتعر بها دهان الأسنان باللون الأسود عند السيدات وخصوصا المتزوجات وكان ذلك منتصلا جدا حتى أوائل القرن العشرين ولا يزال موجودا في بعض قرى اليابان وليس ذلك للجمال فحسب بل أيضا يعد عامل لتمييز السيدات المتزوجات عن الفتيات العازبات فإذا كنت في اليابان وأعجبتك فتاة على أسنانها دهان أسود فانسى الأمر فإنها متزوجة بالفعل رابعا إيتيوبيا معظم الرجال يحبون الشفاه الكبيرة ولكن ذلك موجود بنسبة كبيرة جدا في دولة إيتيوبيا تكبير حجم الشفاه في إيتيوبيا يعد من أهم مظاهر الجمال وتقوم بعض السيدات في بعض المناطق بإيتيوبيا بوضع طبق فخار داخل فمها لتمديد الشفاه فهي من أهم علامات الجاذبية لدى بعض الجماعات مثل جماعة مرسي في إيتيوبيا خامسا موريطانيا وبعكس ما تتوقعها أغلب النساء التي يبدلن مجهودا خرافيا لاكتساب جسما نحيفا منشوقا ويبحثن دائما على وصفات التخصيص ويصرفن مالهن عند أطباء التخصيص فالسمنة تعد مقياس زواج الفتاة في موريطانيا فهناك يحب الرجال السيدات الممتلئات ويفضلن السمنة المفرطة إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا لمتابعتك الجديدة كما يسعدنا مشاركتك للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعية شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء